وبعد البيت من المسجد هذا خير وأجر زيادته أجره لأن الخطوات للمسجد كل خطوة يرفع الله تعالى بها درجة ويحط بها خطيئة كل خطوة إلى المسجد يرفع الله بها درجة ويحط بها خطيئة وبني سلمة وهم حي من الأنصار كانوا بعيدين من المسجد فهموا بأن يتركوا ديارهم ليقتربوا من المسجد ويكونوا قريبين منهم فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكان من مدينة خاليا فقال بني سلمة سلمة دياركم تكتبوا آثاركم بني سلمة دياركم يعني ألزموا دياركم ألزموا دياركم فوقت التعب أو وقت الإنسان عنده حالة لا أحرج عليه أن يصلي في بيته مع أهله لكن لا يكون ذلك ديدا في كل وقت يتركوا الصلاة ويحجروا المسجد في كل وقات الوقت الذي عنده نشاط والوقت الذي يقدر عليه يمشي إلا كان في السيارة يكتبوا له حتى يعني يكتب له منازل إذا سارب سيارة بنزين السيارة نعم وزيت السيارة وتوائرها هذا كله مكتوب في أجر حضوره مع الجماعة حضور الجماعة له أثر قوي في التربية أثر قوي في التربية في صلاح القلب في النية كذلك هؤلاء الناس قد يكونوا من بينهم إنسان له دعوات مقبولة يدعو للناس فذلك هو يتلاقى مع إخوانه يسلم عليهم يكتسب إجرا بذلك كل من سلمت عليه الكلمة الطيبة هو شيء أخيك المسلم بصدقة فأنت تأخذ صدقات كثيرة من غير جيبك ما تأخذ من جيبك مجرد ذهابك للمسجد ذهاب للمسجد ترجمة نانسي قنقر